موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من جوشك الصحافة التي نبدأها كالعادة بالعنوين من المواقع المحلية صنعاء القديمة الحرب تخفي تقوص رمضان وفي موقع العرب الجديد منظمة طبية تقول إن المرضى في عدن يأتون إلى المستشفى متأخرين ومن الأخبار المنوعة قانون ألماني يدين حرق أعلام الدول بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام أهلا بكم تحدث مصدر لموقع يمن منتر عن احتمال حدوث انفجار خزان النفط العام صافر الموجود في البحر الأحمر مع استمرار تصدعه مسببا كارثة في الجزر اليمنية في وقت يستمر فيه الحوثيون برفض وصول فرق الأمم المتحدة من أجل صيانة وعنونا موقع يمن منتر خزان صافر العائم يتصدع مسببا كارثة في الجزر اليمنية ويريد الحوثيون بيع النفط الخام الموجود فيها حيث دعوا الأمم المتحدة إلى بيع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر والاستفادة من العائد ونقل مراسل يمن منتر مطالبات جماعة الحوثي المسلحة ببيع مليون ومئة واربعة وسبعين ألف برميل من النفط الخام عبر تصدير شحنة النفط في السفينة صافر وعمل الصيانة اللازمة لها لتفادي أسوأ كارثة بيئية بالمنطقة شريطة تحويل العائد للجماعة وفاد الموقع بدأت أجزاء من الخزان بالتصدع وتلف وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين طبقا لمختصين فإن الخطر يكمن في عملية التأكسد الذي يتسبب به الهواء الذي يشغل المساحة الفارغة في خزانات تخزين الناقلة التي تستوعب قرابة ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام كشفت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء عن مصير أكثر من 20 ألف فحص زودت بها منظمة الصحة العالمية الميليشيات الحوثية والخاصة بالكشف عن كورونا وعن هنا موقع عدن الغد ميليشيات الحوثي تبيع محالي الفحص كورونا للمستشفيات الخاصة وأوضحت المصادر لصحيفة عدن الغد أن الميليشيات باعة الكمية التي حصلت عليها كدعم من منظمة الصحة باعتها للمستشفيات الخاصة فيما اكتفت بتزويد حوالي ألفين فحص على المستشفيين الجمهوري والثورة بصنعاء وأكدت المصادر أن الفحصات التي في مستشفيات الثورة والجمهوري خاصة بقيادات ومشرفي الميليشيات فيما تباع الفحصات للمواطنين في المشافي الخاصة بأكثر من 150 ألف ريال يمني قيمة الفحص الواحد كانت منظمة الصحة العالمية قد طالبت الميليشيات الحوثية بتزويدها بنتائج 20 ألف فحص قدمتها كدعم لها فيما تواصل الميليشي المراوغة والتحايل على مطلب المنظمة العالمية مأرب الأمل الأخير لاستعادة الدولة في اليمن تحت هذا العنوان كتبت الناشطة ياسمين القاضي راصدة التحولات المحافظة والتي كانت شاهدة عليها طيلة الوقت وتركز على نقطة كيف أثر النازحون على تطوير الكثير من المفاهيم داخل مجتمع مأرب وأضافتي مقال نشره موقع معهد واشنطن رغم سعادتي وامتناني لحصولي على الجائزة في الولايات المتحدة الأمريكية كان ذهني مشغولا بأهلي وجيراني في مأرب حيث كانت الصواريخ الباليستية الحوثية تتساقط عليهم قبيل اندلاع النزاع في اليمن كانت محافظة مأرب بطبيعتها القبلية وثروتها من الموارد الطبيعية مستبعدة بدرجة كبيرة من مشاريع التنمية ولذلك عانت من نقص في مشاريع البنية التحتية وضعف في الخدمات الحكومية لتيجة لفساد النظام السابق الذي ركز فقط على العاصمة صنعة فقدت أربعة من أشقائي في الحروب القبلية في مأرب ومع ذلك كان هناك نظام قبلي يلزم باحترام الهدنة وحماية النساء والأطفال ويسمح بوساطة السلام بالتقدم وبعد اندلاع الحرب عام 2014 غير الاستقرار النسبي لمأرب وقيادتها القوية المحافظة بشكل كبير وأصبحت أكثر ازدهارا اليوم هناك طرق معبدة أكثر من أي وقت مضى وتحسنت الخدمات الأساسية بشكل كبير وازدهر الاقتصاد إن أقرب نموذج للدولة موجود الآن في مأرب نظرا للسيادة القانون والأمن الداخلي هناك إلى جانب استضافة مئات الآلاف من الفارين من مناطق الحرب من مختلف أنحاء البلاد لم تشهد مأرب تطور هيكليا فحسب بل كانت هناك أيضا تحسينات كبيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث رأيت شخصيا كيف تغير المجتمع المحلي في مأرب خاصة فيما يتعلق بموقفه تجاه المرأة في 2010 أنشأت منظمة مجتمع مدني أسميتها مؤسسة فتيات مأرب ولكن لم تكن الظروف مواتيح لأن المجتمع لم يكن مستعدا ليرى النساء يأخذون تجربة العمل المدني فاضطررت لإغلاق المؤسسة لقد أدى نزوح السكان من صنعاء بطبيعتهم الأكثر انفتاحا إلى تغيير دينميكية المجتمع المأربين مما ألهم النساء المأربيات للمشاركة في الحياة العامة والسياسية كما أدى تقبل المجتمع القبلي المأربي لوجود النساء النازحات إلى تحفيزهم على تصدر المشهد العام ساهمت هذه العملية ببطء وبشكل ملحوظ في تغيير الموقف تجاه النساء من المنطقة مما دفعني إلى إعادة فتح مؤسسة مأرب للبنات في العام 2016 مع أختي وكانت منظماتنا من أولى منظمات المجتمع المدني النسوية في مأرب لم يعود أهالي صنعاء القديمة يجتمعون في ليالي شهر رمضان للسمر وتعاطي القات وإحيائها بالمولد والتهليل والتكبير والتسبيح وتلاوة القرآن وتفسير آياته ومفرداته والشعر والأدب ومناقشة القضايا الاجتماعية وقل ما نجد اليوم مثل هكذا تقوص يقوم بها أبناء المدينة وعنونا موقع المشاهد نت صنعاء القديمة الحرب تخفي تقوص رمضان وقال الموقع أن الحرب تسببت في حدوث خلل في النسج الاجتماعي وفرضت واقعا محزنا على المواطنين خاصة أن جيلا يانعا جله قضوا نحبهم قتلا في المعارك والجباهات المتوزعة على أنحاء اليمن وفق ما يقول لموقع المشاهد نت صاحب محل جنابي بصنعاء القديمة مضيفا أن الحزن يبدو ظاهرا على صنعاء القديمة وهي تتوشح شعرات سياسية وصورا للقتل في حين أنها كانت تشع بياضا ونورا في هذا الشهر الكريم ومن العادات التي اختفت في صنعاء القديمة حاليا المسحراتي إذ كان في الماضي شخص يدعى راجح الحارس وظيفته إيقاظ أهل صنعاء للاستعداد لتناول وجبة السحور قبل أداء الفجر كما أفاد لموقع المشاهد نت السبعين يحيى المروني الذي أوضح أن الحارس كان لديه طبل يقرعه بعصى لتنبيه أهل صنعاء القديمة لأوان موعد السحور وقد كان أغلبهم يعتمدون عليه لإيقاظهم قالت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الإنسانية أنه من المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 في اليمن لأن القدرة على إجراء فحصات الفيروس محدودة جدا وعنونت صحيفة العرب الجديد أطباء بلا حدود من المستحيل معرفة مدى انتشار كورونا باليمن ذكرت المنظمة في بيان أن السلطات اليمنية أعلنت عن 85 حالة إصابة بالفيروسات وتوفي بين هؤلاء 12 شخصا وأضافت مع ذلك نظرا لأن القدرة على إجراء فحصات كشف كوفيد 19 في اليمن محدودة للغاية فمن المستحيل معرفة المدى الكامل لانتشار الفيروس وتابعت تدير منظمة أطباء بلا حدود مركز علاج كوفيد 19 في المستشفى الأمل بعدن جنوب اليمن منذ السابع من مايو آيار الجاري وأردفت لدينا فرق من الموظفين المحليين والدوليين يعملون على مدار الساعة في المستشفى لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى المصابين وأضافت المنظمة التي مقرها في جنيف ما نراه في عدن هو أن بعض الأشخاص يأتون إلى المستشفى بشكل متأخر ما يجعل علاجهم أكثر صعوبة هل سينصف التاريخ شباب الربيع العربي؟ تحت هذا العنوان كتبت السورية رشا عمران مقالها المنشور في العرب الجديد مضيفة كان شبابنا العرب الذين يحلمون بجزء يسير من تأمين حقوقهم الإنسانية بوصفهم مواطنين في بلادهم يسحلون في الشوارع تحت مجنزرات دبابات جيوش بلادهم يزجهم مواطنون مثلهم في السجون والمعتقلات يتفنن في تعذيبهم أشقاء لهم في المواطنة والوطن تمارس عليهم كل فنون التعذيب والإذلال والقهر حتى الموت يدفنون في قبور جماعية ولا يترك لعائلاتهم حتى أماكن وهمية تضم أجسادهم تصلط عليهم البلطجية والبلاطجة والشبيحة من أبناء أوطانهم ممن يفترض أن أي تغيير سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي سوف يكون لصالحهم يوضعون في مواجهة بعضهم بعضا في حروب مجنونة يصبحون معها قتلة أو مقتولين كان شبابنا وأبناؤنا في الذاكرة دائما مقابل مشاهد متلاحقة لحياة الشباب في البلاد الأوروبية المتقدمة أفكر في جيل ابنتي من شباب العرب والجيل الذي أتى بعده في ذروة حياتهم لم يشهدوا غير الحرب والقهر والذل واليأس والحصار والخسارات والفقد من منهم نجى من الموت فأصابته علة جسدية أو نفسية اليأس وفقدان الأمل كان كفيلين بالقضاء على ما تركته الأنظمة سليما في نفوسهم هذا الجيل دفع أثمانا أكثر من باهضة وشهد في حياته من مآسي الأحداث وكوارثها في عقد ما يلزمه عقود طويلة ليحدث من يتحمل مسؤولية ما حدث ويحدث لأبنائنا؟ الأنظمة العربية وحدها؟ أم النظام العالمي بوصفه نظاما مافويا متوحشا؟ أم النخب السياسية والثقافية والفنية العربية؟ أم القدر والمصادفة الزمنية التاريخية؟ وهل سينصف التاريخ جيل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؟ هذا العام يصوم المسلمون حول العالم في وقت استثنائي تحت قيود أعاقت شعائرهم المعتادة خلال هذا الشهر خشة انتشار وبا كورونا لكن هذه ليست المرة الأولى التي يحل فيها شهر الصوم بالتزام مع وباه وفقا لموقع البي بي سي والذي عنوان فيروس كورونا وشهر رمضان كيف أثرت الأوبياء على شعائر المسلمين عبر التاريخ؟ وقال الموقع من الأوبياء التي يعرفها المسلمون خلال التاريخ الطعون والكوليرا والجذري والجذام والملاريا وغيرها وكان الطعون الأشد وطأة بينها لأنه انتشر على نوبات متكررة عبر عدة قرون وأودى بحياة كثر من مصر إلى الشام والعراق والحجاز إن أردنا العودة إلى المراجع التاريخية لنعرف كيف صام المسلمون في التاريخ في زمن الوباء سنجد أن المؤرخين يعرفون كيف أثرت الأوبياء على الصلوات الجماعية والأنشطة الضينية عموما لكنهم لا يملكون ما يكفي من الأدلة لتبيان كيفية عكاسها على الصوم بالتحديد لذلك فإنهم يفترضون أن الوباء كان يجعل كل جوانب الحياة صعبة بالنسبة للمرضى ولمن كانوا يعتنون بهم يقول الموقع مستندا إلى باحثة في التاريخ الإسلامي أن الطعون الأسود في منتصف القرن الرابع عشر كان من أكثر الأوبئة فتكا بالبشرية وتشير السجلات التاريخية إلى أنه كان قاسي جدا في رمضان الذي حل عام 1348 للميلاد وطال الوباء بشكل خاص سوريا ومصر وتوفي مئات الألاف في ذلك العام مر الرحالة الشهير أبن بطوطة في الشام ودون رؤيته لشعائر الصوم والمواكب الدينية التي كانت تهدف لدرء الطعون أصدر البرلمان الألماني قانونا يدين من يحرق علم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو علم إحدى الدول الأجنبية علنة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وعنونت صحيفة الشرق الأوسط قانونا ألماني يدين حرق أعلام الدول بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وقال المتحدث باسم جناح الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوهانس فينشر على خلفية التشريع الجديد لا يصح أن تحرق الأعلام الإسرائيلية في ألمانيا وأضاف عقوبة السجن أو الغرامة المالية كانت حتى الآن تطبق فقط إذا أسيئة للرموز الرسمية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية أما رموز السيادة الوطنية للدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي فستحظى بحماية مماثلة في ظروف محددة ويأتي هذا التوسع في العقوبة بعد أن قام متظاهرون في أحداث وقعت عام 2017 في برلين بحرق عالم إسرائيل عن دعم الميليشيات وتحويلها إلى أدوات حكم وسيطرة كتب الوزير الأسبق أحمد مساعد حسين مقاله الذي نشره عدم الغد التحالف السعودي الإماراتي المرتديج الباب الحكومة الشرعية اكتفى بسيطرته على المناطق التي ما بات يطلق عليها محررة وتحكم في سيطرته عليها جوا وبرا وبحرا والأخطر من ذلك قيامه بتشكيل جيوش وميليشيات متعددة التسميات خارج الأطر والأجهزة العسكرية والأمنية المنظوية تحت قيادة الشرعية بل تم إعدادها لمحاربتها وسبق وتعرضت القوات والأجهزة النظامية التابعة للشرعية للقصف من قبل طائرات التحالف ولعدة مرات وفي هذه الفترة وبعد تدمير واسع النطاق للبنى التحتية وقتل وتشريد ملايين اليمنيين وتعطيل مصالح البلاد وعرقلة تشغيل مصادر عائداتها الاقتصادية وصناعة أزمات إنسانية في أوساط الشعب وإلحاق الأضرار لجسيمة بأفراده والتي تمثلت في تدهور سبل المعيشة الكريمة وتوسع دائرتين الفقر والجوع في أوساط المواطنين وتفشي الأمراض والأوبئة الفتاكة وفي ظل الظروف الحرجة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي جائحة وباء كورونا وقد باتت أغلب الدول عاجزة عن مجابهته بكل إمكانياتها الضخمة ومع انتشار هذه الجائحة في مناطق كثيرة من اليمن وانعدام أبسط المقاومات الطبية والصحية في البلاد ورغم تزايد تحذيرات العالم من أن تفشي الوباء في اليمن سيؤدي إلى كارثة صحية خطيرة ويعرض نصف السكان للإصابة وفي الوقت الذي تجمع دول العالم على ضرورة وقف الحرب والصراعات والتباينات بين الدول والفرقاء والعمل على توحيد الجهود الدولية وتسخير كل الإمكانيات المادية والعلمية لمواجهة هذا الوباء بل وفي شهر رمضان الكريم يأتي أمراء الحرب ليقرروا فتح حرب جديدة في أبيان والزج بأبناء الفقراء من المحافظات ليكونوا وقوداً لها فمن الذي اختار هذا التوقيت الخبيث لاندلاع هذه الحرب التي تعني أن لا منتصر فيها ولا مهزوم قولاً وفعلاً يقول علماء أن الشمس دخلت في إطار الحجب ما قد يتسبب في تجمد الطقس والزلازل والمجاعة حيث تقع حالياً في فترة الحد الأدنى للطاقة الشمسية ما يعني أن النشاط على سطحها انخفض ويعنون موقع روسيا اليوم علماء يثيرون مخاوف من دخول الشمس مرحلة سباة كارثي تهدد الحياة على الأرض ويعتقد الخبراء أننا على وشك الدخول في أعمق فترة من انحسار أشعة الشمس المسجلة على الإطلاق مع اخطفاء البقعة الشمسية فعلياً وقال الفلكي الدكتور توني فليبس الحد الأدنى من الطاقة الشمسية جار وهو عميق أصبح المجال المغناطسي للشمس ضعيفاً ما سيسمح بأشعة كونية إضافية في النظام الشمسي وتشكل الأشعة الكونية الزائدة خطراً على صحة رواد الفضاء والمسافرين في الهواء القطبي وتؤثر على الكيمياء الكهربائية في الغلاف الجوي العلوي للأرض وقد تساعد في إحداث البرق ويخشى علماء ناسا من أن يكون تكرار دالتون مينم التي حدثت بين عام 1790 إلى 1830 ما أدى إلى فترات من البرد القارس وفقدان المحاصيل والمجاعة وانفجارات بركانية قوية وانخفضت درجات الحرارة بما يصل إلى 2 درجة مئوية على مدى 20 عاماً ما أدى إلى تدمير إنتاج الغذاء في العالم وحتى الآن هذا العام كانت الشمس فارغة مع عدم وجود بقع شمسية بـ 76% من الوقت وهو معدل تم تجاوزه مرة واحدة فقط في عصر الفضاء في العام الماضي عندما كانت 77% فارغة تسبح آلاف الأقمار الاصطناعية حول الأرض ورغم أهميتها في الاتصالات والاكتشافات ورصد الأحوال الجوية فإن المخلفات الفضائية الناتجة عنها وعن المركبات الفضائية تثير قلق العلماء وعنون موقع الدي دابليو قمامة عائمة في الفضاء دراسة جديدة تكشف حجم الضرر والمسؤولين والمخلفات الفضائية هي نفايات ناتجة عن بقايا الأقمار الصناعية أو أجزاء من الصواريخ الفضائية التي ترفع الأقمار والمركبات وقد تكون هذه المخلفات كبيرة مثل قمر الصناعي معطل أو صغير مثل بقايا الأصباغ التي تطلى بها المركبات الفضائية وقال الموقع إن روسيا تأتي في قائمة الدول المتسببة بالمخلفات الفضائية بأربعة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة قطع من هذه المخلفات تليها الولايات المتحدة بثمانية ألاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين قطعة ثم الصين ويقدر العلماء وجود نحو مئة وسبعين مليون قطعة من مخلفات الفضاء لكن لا يمكن تعقب سوى أقل من ثلاثين ألفا ويعود ذلك إلى السرعة الهائلة التي تسير بها في الفضاء والتي تصل إلى سبعة وعشرين ألف كيلو متر في الساعة وبهذه السرعة الكبيرة يمكن حتى للقطع الصغيرة أن تتسبب في تحطم أقمار الصناعية إذا اصطدمت بها وهذا ما يثير قلق العلماء العالم يتغير هذا ما تقوله الصور كل يوم فقد أصبحت تباعد الاجتماعي وحياة العزلة والخوف هي سمة هذا العصر مجموعة من الصور المنشورة في صحيفة القادر البريطانية نتابعها بجولتنا هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عدد من رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف المواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء